موسيقى سلام الله عليكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى المسائية آخر موعد إخباري مباشر على القناة الثانية المستهل كالعادة بالعنوين الرئيس الفرنسي إيمانيال ماكرون يقوم بزيارة عمل للمملكة ابتداء من يوم الاثنين المقبل بدعوة كريمة من جلالة الملك محمد السادس وإستونيا تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي تلك أهم خلاصات الإعلان المشترك الصادر عقب لقاء عقد اليوم بالرباط بين ناصر بوريطا ونظره الإستوني وغزة لتزال في مرمى نيراني جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي وصل قصفه لمناطق مختلفة من القطاع المحاصر وسط تجويع آلاف العائلات التي ظلت محاصرة في بيوتها شمال القطاع منذ أسبوعين وبين الرباط والدوحة علاقات قوية تعززت اليوم بانطلاق التظاهرة الثقافية المغرب قطر التي تندرج في إطار الحدث الثقافي الأعوام الثقافية أهلا بكم بدعوة كريمة من جلالة الملك محمد السادس سيقوم إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وحرمه بزيارة دولة للمملكة المغربية ابتداء من يوم الاثنين المقبل وإلى غاية يوم الأربعاء الثلاثين من أكتوبر الجاري الزيارة وحسب بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعكس عمق العلاقات الثنائية القائمة على شراكة راسخة وقوية بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتوطيد الروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع البلدين وفرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي تطلع بدور حاسم في دينامية ملف السحراء المغربية وهو الأمر الذي وقف عنده أنطونيو جوتريش في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية الأمين العام للأمم المتحدة عرج على الرسالة التي وجهها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى جلالة الملك محمد السادس الداعمة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار وحيد لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية وتعقيبا على ما تناقلته وسائل الإعلام بخصوص مقترح ستيفان ديمستورا لتقسيم الصحراء قال وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغارب المقيم بالخارج إن المغرب لا يتفاوض حول صحرائه وسيادته عليها ووحدته الوطنية بل يتفاوض بشأن نزاع إقليمي مع بلد جار نتابع مقتطفا من تصريح ناصر بوريطة طرح هذه الفكرة في الزيارة الآخرة للمغرب والتي كانت في شهر أربعة من هذه السنة وفعلا كان المغرب جدد الموقف الواضح اللي كان بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس يعني تتلان عليه تجاف ألفين وجوج لما كانت نفس الفكرة جاءت مع جيمس بيكاخ باقتراح من الجزائر كما ذكر ذلك التقرير الأمير العام آنذاك ديال جيمس بيكاخ وكان رد المغرب واضح بأن أولا هاتش هذا جديد قديم سيدو غيشوفي ثانيا بأن موقف المغرب حلي كان في ألفين وجوج راهو اليوم بأن المغرب حلي كذلك جلالة الملك لا يتفاوض حول صحراءه ولا يتفاوض حول سيدة على الصحراء ولا يتفاوض بشأن وحدة الوطنية المغرب يتفاوض بشأن نزاع إقليمي مع بلد جار وإستونيا تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا جيدا وجادا وموثوقا من أجل حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي جاء ذلك خلال الإعلان المشترك الصادر عقب لقاء عقد اليوم بالربط بين ناصر بوريطا ونظره الإستوني كما حارس الطرفان على تأكيد أهمية المبادئ الأساسية لمثاق الأمم المتحدة خصوصا احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية مريم أملال هدى جديد المغرب وإستونيا بلدان متباغدان جغرافيا لكن تجمعهما مصالح مشتركة ونفس التحديات ودعم يؤكده هذا البلد الأوروبي لمبادرة الحكم الذاتي كأساس جيد وجاد وموثوق به للتوصل لحل مستدام وعادل من أجل تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية الأمم المتحدة ملها الاختصاص الحصري في المسلسل السياسي لقضية الصحراء وهنا إستونيا تشدد دعمها لقرار مجلس الأمن رقم 27-03 وتعتبر مخاطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 للأمين العام للأمم المتحدة كأساس جاد وجيد وموثوق به من أجل حل مستدام ومقبول من الأطراف وتنويعا لشراكات المغرب مع الدول الأوروبية زخم جديد ستنفتح عليه علاقات التعاون بين الريباط وتالين بالتأكيد على أهمية المضي قدما في تطوير شراكة اقتصادية أساسها الازدهار المشترك كان هناك مجالات كثيرة التي يمكن أن يكون فيها تطوير التعاون الاقتصادي سواء في المجال التعاون الرقمي ونحن كان المغرب يلا تم إطلاق المبادرة أو الاستراتيجية الوطنية في المجال الرقمي لذلك رغبة في تطوير التعاون في مجال المنشآت المينائية في مجال الطاقات المتجددة وغيرها بحيث أن رجال الأعمال في البلدين يمكن لهم يطوروا مشاريع مشتركة تنائية ولكن كذلك افتجاه القارة الإفريقية وضمن الإعلان المشترك الذي وقع بين المغرب وإسطونيا عقب لقاء وزيري خارجية البلدين أشهدت إسطونيا بمبادرات جلالة الملك محمد السادس لفائدة النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية بأفريقيا ولمزيد من المعطيات حول الموضوع ينضم إلينا مباشرة من مكتبنا بالرباط الدكتور المستوي العجلوي المحلل السياسي للقناة مرحبا بكم دكتور إذن أبدأ معك من حيث انتهى الروبرتاج هذه الدينامية المتواصلة لحشد تأييد المنتظمة الدولي لسيادة المغرب على سحرائها اليوم تنضاف لهذه الدول إسطونيا كدولة أوروبية مطلة على بحر البلطيق كيف يمكن أن نقرأ هذا التنوع الآن في شركاء المغرب في الداعمين لهذه الدينامية المتواصلة لملف الوحدة الترابية يجب أن نقرأ الموقف إسطونيا أولا في دل السياقات السياسية الحالية أولا على مستوى العلاقات مع المغرب هذا البلد ممكن تصنفه ووضعه في أوروبا الشمالية ويجب وضع الموقف الإسطوني اليوم إلى جانب موقف فرلندا والدنمارك بمعنى آخر أن هناك انتصارا للحل السياسي ولمبادرة الحكم الداني الذاتي عفوا من لدني عدد من دول أوروبا الشمالية هذا يعني كذلك أن هناك تحولا كما جاء في تقليم كسي زكريا أن هناك تحولا داخل أوروبا نحو هذا الحل أولا للاستقرار هم يرون في أن مبادرة الحكم الداتي هي تؤدي إلى الوضع قواني وقواعد الاستقرار السياسي والاقتصادي بالخصوص والأمني الأوروبيون يهتمون كثيرا بالجانب الأمني لأن المغرب هو عمق استراتيجي أمني ومع إسبانيا يحافظ على استقرار غرب المتوسط في الوقت الذي تقع فيه مشاكل واضطرابات شرق المتوسط وهم أيضا هذا المد الذي نعرفه على مستوى المواقف الأوروبية قوي جدا ونحن كما قلتم ننتظر زيارة ماكرون الأسبوع المقبل هناك تحول كبير هناك مد كبير أوروبي بالخصوص لانتصال للحل السياسي كما قلت أولا لأنه الاستقرار ثم لأن موقع المغرب واقتراح المغرب يدخل في إطار القانون الدولي وفي مطاق الأمم المتحدة وعندما تؤيد أن وصلنا إلى عشرين دولة أوروبية تعلن جهارا وتصدح جهارا بأن المبادرة للحكم الداتي هي الحل الأساس الواقعي كل ما جاء في دلاغات أيضا مجلسي الأمن فهو اعتبار واعتراف بالسيادة المغربية هذا عندما نقول تأيي الحكم الداتي معناها اعتراف بالسيادة المغربية على صحرائه هذا الزخم الذي أشرتم إليه دكتور رغم فرملت محكمات العدل الأوروبية ورغم فرملت بعض الاقتراحات الوالدة عن داديز مستورا هذا الزخم الذي أشرتم إليه دكتور العجلاوي يؤكد مرة أخرى صواب المقترح المغربي كحل سياسي كحل واقعي وهذا والأهم وربما وهو الذي دفع دولة مثل فرنسا عضو دائم بمجلس الأمن إلى تأييده ودعمه بشكل مباشر كما أشار إلى ذلك جوتيريش في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن كيف يمكن أن نقرأ هذا التحول الآن في المواقف النوعية لدول كبرى مثل فرنسا؟ عندما يذكر جوتيريش الموقف الفرنسي كقوة عضو دائم في مجلس الأمن لها تأثير على السياسة الأوروبية وعلى عدد كبير من الدول وعندما يعلن مكرون في رسالته إلى جلالة المالك بأن مبادرة الحكم الداتي حاليا ومستقبلا هي الحل الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي كما جاء في كلمة اليوم ناصر بوريطان لأننا نتحدث عن نزاع أقليمي المغرب في صحرائي انطلاقا كما نقول دائما ونكرر مبادئ القرار 1541 المؤثر للقرار 1514 إذن من ناحية القانونية من ناحية القانون الدولي لا هبارة على الوضع القانوني للمغرب في الصحراء فهذه الدول الآن مكان لمصالحها وأيضا لأننا ترى أن الحل السياسي هو الحل الوحيد ليس هناك حلول أخرى يمكن أن تعتمد فلهذا السبب عندما يذكر قوتيريس موقف فرنسا ليس فقط للحدث للتذكير ويجب أن نقرأ قراءة سياسية بأن هناك تحولا كبيرا لصالح مبادرة الحكم الداتي وعندما نقول حل السياسي هذا يعني مبادرة الحكم الداتي يعني سيادة المغرب على صحرائه فيجب أن نقرأ ما جاء في قراءة سياسية وهي تشير بطبيعة الحال إلى عطاء مجلس الأمن الذي ننتظر أن يصدروا قرارا كما أشار بتمديد مهمة المنورسول لمدة سنة كاملة أواخرة هذا الشهر شكرا جزيلا لكم الدكتورة المساوي العجلوي المحلل السياسي للقناة كنتم مباشرة معنا من مكتبنا بالرباط نبقى في الرباط وفي سياق متصل جددت أنتيجوا باربودا اليوم التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمغرب وسيادة المملكة على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء وعلى مساندتها للمخطط المغربي للحكمي الذاتي باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الموقف عبر عنه وزير خارجية هذا البلد المنتمي إلى جزر الكريم عقب مباحثات مع ناصر بوريطة همت كذلك الإشادة بالمبادرة الملكية بشأن منطقة الساحل والمحيط الأطلسي من أجل أفريقيا مزدهرة ومستقرة نتابع بهذا الخصوص مقتطفا من تسريح وزير خارجية أنتيجوا وباربودا تتقاسم أنتيجوا وباربودا والمملكة المغربية نفس القيم والمبادئ حول الديمقراطية واحترام سيادة الدول على كامل أراضيها ونحن اليوم هنا لتجديد التأكيد على دعم الوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء ونجدد كذلك التأكيد على مساندتنا للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع والمغرب حريص كذلك على استقرار أوروبا عبر تدبير جيد للهجرة في مختلف أبعادها والشراكة المتعلقة بهذا المجال بين الرباط ومدريد شكلت محور اجتماع المجموعة المشتركة الدائمة المغربية الإسبانية حول الهجرة والتي انعقدت اليوم بمراكش في دورتها الثانية والعشرين برئاسة مشتركة نتابع بهذا الخصوص مقتطفا من تسريح بيلار كانسيلا رودريغر كاتبة الدولة الإسبانية في الهجرة كما قلنا خلال ايشان أفضل لحظات علاقاتهما يشكلان نموذجا يحتدى به من قبل البلدان الأخرى في مجال تدبير تنقل الأشخاص وذلك لرفع تحدي إيجابي يساهم في النمو والتقدم العمل المشترك بين البلدين موجه نحو هذا الأفق خارج الحدود غزة لا تزال في مرمى نيران الجيش الاحترال الإسرائيلي الذي واصل قصفه لمناطق مختلفة من القطاع المحاصر وذلك لليوم الواحد والثمانين بعد الثلاثمئة من العدوان إسرائيل كثفت من عملياتها غرب مخيم جباليا والمناطق الواقعة شمد القطاع الذي يشهد حصارا خانقا ومميتا للعائلات الفلسطينية تقرير حمزة ايتم سعود لا زالت العمليات العسكرية في مخيم جباليا متواصلة غارات وقصف يطال كل المناطق ويزيد من أرقام الشهداء الذين بلغوا أكثر من ستمائة شهيد سقطوا خلال حصار المخيم الذي وصل يومه السابع عشر حصار ينبئ بوضع إنساني كارتي المواد الأساسية والدواء يقتربان من النفاد ومنظمة الصحة العالمية أمام هكذا وضع دعت عبر مدير مكتبها الإقليمي في أوروبا هانس كلوغا إلى ضرورة الحوار بين الأطراف لتسهيل نقل وخدمة المصابين الوضع معقد جدا لكنني متفائل وسعيد بخبر إمكانية نقل ما يقارب ألف جريح من النساء والأطفال نحو الاتحاد الأوروبي على الميدان عشرات الآلاف من الفلسطينيين في شمال القطاع محاصرون في منازلهم وتحت رحمة القصف الذي يسقط كل يوم شهداء من بينهم تم انتشال سبعة شهداء وعدد من الإسرات إلى مستشفى المعمداني معظم الشهداء من الأطفال والنساء لما تشاهدهم مقطعين الأيدي والأرجل وما زالت توقفنا تبحث حتى إنقاذ بعض من الشهداء من هذا المكان 381 يوما على بداية العدوان المشهد لا يزداد إلا قتامة في وجه سكان غزة حصلة الشهداء فاقت أكثر من 42600 شهيد والمصابون يدنون من رقم 100 ألف جريح كل ما قل عن الهدنة تلاشاه والحديث عن إنهاء النزاع عاد لخانة البداية دون أي أفق يترى لحل سلمي وعلى الجبهة الأخرى لبنان تحصي خسائرها المادية والبشرية مع استمرار الاستهداف الإسرائيلي لعدة مناطق في البلاد وزارة الصحة اللبنانية قدمت حصيلة تشير إلى مقتل نحو 2490 شخصا وإصابة ما يزيد عن 11600 منذ بدء الحرب على بلاد الأرس يونس رفق تتواصل الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان ويتواصل سقوط الضحايا من المدنيين خلال الأربع والعشرين ساعتنا الماضية لقي أربعة مسعفين مصرعهم بعدما استهدفتهم غارات إسرائيلية ثلاثة مسعفين ينتمون للهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله وأخر من كشافة الرسالة التابعة لحركة أمل وزارة الصحة اللبنانية ندتت بإسرار قوات الاحتلال على ضرب القوانين الدولية والأعراف الإنسانية عرض الحائط مستهدفة التواقم الطبية والصحية وفي غارة أخرى نفذه الجيش الإسرائيلي في بعلبك شرق لبنان قتل ستة أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفل كما أصيب خمسة أشخاص بجروح كما دمر المبنى الذي يقتنون به وألحقت أضرار بالبيوت المجاورة داخل حي مكتظ أذو أعلن الموفد الأمريكي آموس هوكستين اليوم أن واشنطن تريد إنهاء النزاع بين إسرائيل وحزب الله في أسرع وقت دعيا إلى فك الارتباط بين قطع غزة ولبنان غدا تغارات جوية إسرائيلية مدمرة على جمعية القرض الحسن المالية التابعة الحزب الله في ليلة عنيفة نفذت خلالها إسرائيل غارات جوية عدة على ضحية بيروت الجنوبية والجنوب والشرق نعود وطنين حيث قدمت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية السبت الماضي أمام مجلسي البرلمان قدمت الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 المشروع جاء بأربع مرتقزات تهم أساسا مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتوطير دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل وكذا مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وأخيرا الحفاظ على استدامة المالية العمومية هذا الموضوع يتناوله عبد الحفيظ المنور في حديثه الليلة في السياسة عبد الحفيظ مرحبا بك أهلا وسهلا زكريا أتوقف معك عبد الحفيظ عند المرتكزة الأول هل يمكن القول أن مشروع قانون المالية 2025 يسير في نافة التجاه وهو تنزيل أسس الدولة الاجتماعية نعم زكريا بالفعل مشروع قانون المالية للسنة المقبلة جاء بنفس اجتماعية واقتصادية فيه مواصلة تنفيذ الأوراش التي أطلقت في السنوات الأخيرة ومن بين المرتكزات تعزيز أسس الدولة الاجتماعية ومنها تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية ومواصلة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية ومواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين كما فيه الالتزام في المشروع بمواصلة أجرأت دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال صندوق المقاسة ودعم الالتزامات الواردة في الحوار الاجتماعي بالإضافة إلى الالتزام بتسريع برنامج إعادة تأهيل المناطق المتدررة من زدال الحوز وكذا المناطق المتدررة من الفيضانات الحديث عن الدولة الاجتماعية مرتبطة أيضا بتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل وفي هذا الصدد تراهن الحكومة على تفعيل المتاق الجديد لاستثمار ومواصلة تنزيل خارطة الطريق من أجل تحسين مناخ الاستثمار نعم عبد الحفيظ ضمن مشروع القادم المالية دائما هناك ركيزة تشير إلى مواصلة الإصلاح إصلاحات الهيكلية كيف ذلك؟ نعم زكريا فهنا نتحدث عن نجاعة المؤسسات والتي تبقى غاية كبرى بالنسبة للدولة الحكومة ومن خلال المشروع تركز على سياسات وقرارات عمومية واضحة أساساتي يعد المدخل الرئيس لتنمية اقتصادية والاجتماعية إصلاح منظومة العدالة يبقى من بين المشاريع البارزة في مشروع قانون المالية في إطار تعزيز الأمن القانوني والقضائي وترسيخ دولة الحق والقانون نحن نتحدث هنا عن ورش رقمنة الإدارة القضائية وتعزيز البنية التحتية للمحاكم وغيرها وعلى مستوى علاقة الدولة والمجالات الترابية مشروع قانون المالية فيه حيز مهم لتنزيل مطاق اللتمركز الإدارية مع ما يتطلبه من مراصيم تطبيقية وكذا تسريع وتيرة نقل الإختصاصات خاصة ما يتعلق بالاستثمار نقلها إلى المصالح اللام مركزة وفيما يتعلق بتفعيل ورش الجهوية المتقدمة ستواصل الحكومة علاوة على الدعم السنوي للمخصص للجهات والذي يقدر بعشرة ملايير درهم فإن الحصة التي سيتم رصدها للجماعات الترابية من مداخل الضريب على القيمة المضافة ستعرف ارتفاعا من 30% إلى 32% والهدف تقوية دينامية التنمية على الصعيد الترابي وتعزيز العدالة المجالية والجمعية زكريا شكرا جزيلا لك عبد الحفظ ولقاء تجدد بك الأسبوع المقبل بحول الله بحول الله مرحبا وأزمة كلية الطب ما تزال تراوح مكانها نسبة طلبة الطب المقاطعين لحدود دورة أكتوبر الماضي وصلت إلى 41% بينما اجتاز الامتحانات منذ شهر يونيو ما يقارب من 60% من الطلبة معطيات كشف عنها اليوم عبداللاطيف ميروي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في معرض جوابه على أسئلة شفاوية بمجلس النواب المسؤول الحكومي أكد أن عددا من النقاط ما تزال عالقة بين الحكومة والطلبة فيما أوضح أن الحكومة تقدمت بمقترح لجعل الدراسة في السنة السابعة أمرا اختياريا المزيد من التفاصيل في الروبورتاج محمد بكر ويوسف لطفي أربع نقاط ما تزال عالقة في ملف طلبة كليات الطب والصيدلة مدة التكوين وبرمجة الامتحانة ثم العقوبة تأيدي بفم كاتب الطلبة وزير التعليم العالي يوضح أمام نواب الأمة ويؤكد تسوية ملف طلبة شعبة الصيدلة المسؤول الحكومي أشار إلى أن نسبة الطلبة المقاطعين لإمتحانات لحدود دورة أكتوبر تقدر بأزيد من أربعين في المئة بالنسبة لشعبته الطب وعلى وقع نقاشات حدثة بدلت فرق الأغلبية والمعارضة الدعوة لإيجاد حل عاجل لأزمة طلبة الطب مدخلة النواب تعالت مشددة على ضرورة إنهاء حالة الجمود التي طالت لأشهره هل يريد أن تطبق سنين رغم أن في القانون القرار هو الذي يدارك يقول طلباً لديال الذي يدخل في 2021 ولفتين وعشرين أنا مغارنه في سبع سنوات هل يريد أن تغير هذا القرار غيرته غير يتطبق على الناس لا يطبق القانون بأثر الرجعي هو واحد القرار الذي اتخذ ذاته حكم وزير التعليم العالي بناءً على معطيات علمية غير أنه هذا المشكلة كانت يجب أن يلقى حل من الأول والنسبة لي أنا شخصياً نرى من الحلول التي كانت موضوعية في الأول إذا كان هذا القرار كنت يتطبق على الطلبة الجدود وما يتطبق على الطلبة لهم يفسد نواة متقدمة من الدراسة المسؤول الحكومي أكد أن مؤسسة وسط المملكة فتحت ملف كليات الطب والصيد الأوائل الشهر الماضي المسائية متواصلة على القناة الثانية نتابع فيها بعد قليل الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثادي مناسبة لزيادة الاهتمام بهذا المرض الذي يصيب حوالي عشرة آلاف امرأة بالمملكة وللتحسيس تم بمدينة ششة وتنظيم حملة للكشف المبكر وشبل جديد للأطلس رأى النور بحديقة الحيوانات بالرباط منذ شهر غشة الماضي هو اليوم بصحة جيدة ويخضع لمراقبة الفرق التقنية التابعة للحديقة إذن كما أسلفت وبمختلف دول المعمور تتواصل فعالية الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثادي هي مبادرة لزيادة الاهتمام بهذا المرض الذي يصيب حوالي عشرة آلاف امرأة في المملكة في مدينة ششة واستفاد عدد كبير من النسوة من الكشف المبكر كما سنتابع في روبرتاج لحسن هبان وعدنان صلاني مع اختلاف الأسباب المؤديات للإصابة بسرطان الثادي وعنق الرحم كل الأطباء يوصون بالكشف المبكر فهو يمكن من تقليل خطر المرض ومدة علاجها تعكف هذه الطبيبة في هذا المركز ومدينة الششة واعلى معينة نتائج فحوصات الكشف عن سرطان الثادي وعنق الرحم لعدد مهم من النساء اللواتي استفدنا من خدمات التشخيص والتحسيس بالمجانة لدينا اليوم في هذه الحملة تقريبا ما بين 700 حتى 1000 مستفيد في الجهة الكشف المبكر وكذلك في الجهة الطب العام وفي الشقر الطب الأسنان يكون لدينا ناس كبار لذلك الأدولة ونساء بيناس كل شيء يدوزون لذلك اليوم لذلك الآن 12 ناس قريبا 340 مستفيد ويتصدر سرطان الثادي عند النساء المرتبة الأولى من مجموع سرطانات الإناث بنسبة 36% ما يجعل الكشف المبكر عنه يشكل الحلقة الأقوى في المسار العلاجي لكل مريض وبعد أن انقرض في البرية منذ مطلع القرن المنصر شبل الأطلس رأى النور بحديقة الحيوانات بالرباط منذ شهر غشة الماضي وهو اليوم بصحة جيدة ويخضع لمراقبة الفرق التقنية التابعة للحديقة ذلك في إطار تدابير تتبع البيطري والرعاية الخاصة التي يستفيد منها هذا النوع من الحيوانات التفاصيل في روبرتاج أسامة أفقير بعد ست يوسف لطفي الشبل الجديد الذي يولد في شهر غشة الماضي عزز مجموعة أسود الحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط وأصبح العدد الآن 33 هذه الولادات تعد ثمرة برنامج الحفاظ على هذا النوع المستوطن والرمز للثروة الحيوانية المغربية فالمغرب هو البلد الوحيد حالياً الذي يحافظ على أسود الأطلس منذ الزيادة فهذا الشبل أخضع المجموعة من الفحوصات والغرض هو تقوية الصحة والمنعة وكذلك تعزيز الرحة داخل أسوار الحديقة بعد يأتي المرحلة الحساسة وهي إعادة إدخال الشبل والأم مع باقي المجموعة زوين بزاف وليوم جينا نشوفه هو والأم خصوصية هذه الولادة تكمن في كونها الأولى ضمن مجموعة حديثة التكوين المجتمع الرقمي الذي يتابع حديقة الحيوانات اختار للشبل الجديد اسم أزغار وهو اسم أمازيغي يعني السهولة من هذا المرحلة انتباهي اللي جيت على قباله ونشوفه أسد في طور انقيرا دي كور دي سباريشيون ونبوغي يوور لبابي دي بخي ستتخزي موفون تأثرنا فزاف ومن دار جميل ونحن هذا المولود اللي جا ديال أسد الأطلس هو مناسبة كذلك باش نشوفه حنا الاستمرارية ديال أسد الأطلس في الحديقة والناس تعرف عليه وتعرف على الكاركتريستيك دياله من خلال برنامج الحفاظ على أسود الأطلس تصب حديقة الحيوانات إلى الحفاظ على النواة الأساسي لهذا النوع من خلال تعزيز تكاثر منتظم ومراقب من ناحية وتدبير متوازن يضمن ظروف رعاية الحيوان من ناحية أخرى بغية الحفاظ على التنوع الجيني الضروري لبقاء هذا النوع على المدى الطويل يبدو أنكم لاحظتم تغييرا في جودة الصورة على شاشتكم القناة الثانية انتقلت للبت بالجودة العالية أشد دي ابتداء من اليوم وستستمر في تحسين جودة خدماتها بما يرضي تطلعات الجمهور أتمنى أن يروقكم بلطو المسائية في أول ظهور بتقنية أشد دي على شاشتكم وبين الرباط والدوحة علاقات قوية عززت اليوم بانطلاق تظاهرة الثقافية المغرب قطر التي تندرج في إطار الحدث الثقافي الأعوام الثقافية التي تم خلالها تنظيم مجموعة من الأنشطة الفنية للتعريف بثقافة البلدين ندي أحتى والمولد زينتين الأيام الثقافية المغرب قطر انطلقت بمشاركة شباب مغاربة ونضرائهم القطريين في إطار تظاهرة الأعوام الثقافية التي تهدف تسليط الضوء على فن وثقافة البلدان نحن موجودون لمماثة هذا التبادل الثقافي نتكلم عن المناخ، الطبيعة، التعاث، التاريخ، الأثار ومتاحب قطر ونتعلم من الثقافة المغربية وأوجه التشابه والتجارب المغربية الهدف من هذا البرنامج هو خلق واحد جسور للتبادل الثقافي والفني والبيئي والتطوعي كان عرف الصورة الجميلة التي خلوها المغربة في قطر وأثارت فضول الشعب القطري لمعرفته عن قرب فعندنا تحدي كبير لأنه يكون خير صفراء الهوية للمغربية العصيلة الحدث يبرز الروابط القوية بين الشعبين المغربي والقطري ويتضمن عدة أنشطة تعرف بالتقاليد والعادات المتنوعة والمختلفة ورشة التي تقسمناها مع مجموعة من الشباب القطريين والعرب بصفة عامة هي ورشة صناعة الخزف وصناعة الطريز وأيضا قمنا بعرض لواحة فنية هي منتوجة الأطفال والمشاركين الجمعية إبداع عرفتهم على اللباس التقليدي للصحراء والزاي ذيالها وأنواع الملاحف اللي يلبسوا وكذلك الضراعة وجلسة شاي ومعينتاي والطريقة اللي يعدل بها هذا باش تتعود واحد الشركة كذلك دولة قطر شاركتنا طريقة القهوة العربية تشاف الفرق بين القهوة عندنا والقهوة عندهم فالقهوة عندنا نفس ما تشوفين تقدرين تشمينها نسميها القهوة الشجرة ففيها هيل وزعفران وتسمم تسميتها بسبب تحميص البن البن عندنا ما يتحمص البن اللون الغامج يكون لونه أشجر التدهورة تستمر إلى غاية السادس والعشرين من الشهر الجاري وتهدف بناء جسور التواصل والحوار بين قطر والمغرب وتعميق أواصل التعاون الثقافي والإنساني وفعالية المهرجون الوطني للفيلم بطنجة تتواصل بعرض الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية نتوقف الليلة عند فيلم فندق السلام للمخرج جمال بالمجدوب والذي يدخل غمار المنافسة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة محمد إسرى فاضل سعدني يطلقون عليه اسم فندق السلام لكن هذا الشاب سيكتشف أن الفندق هو موطن للرعب والخوف فندق السلام هو العنوان الذي اختاره المخرج جمال بالمجدوب لفيلمه الذي يشارك في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة القصة الفيم تتحكي على واحد أجون يلا راي تجوج وعندوك ابا عندو واحد الوتال وهذا كدريب أريد أن الجن أريد أن يدير الأغنوواتي للوتال ويدير المستقبل مع الفتور والبوس ولحظة الشروع في تجديد الفندق سيكتشف أحد العمال شيئا غريبا عبارة عن لوحة صغيرة مخبأة في الجدران من هنا ستبدأ فصول القصة التي تبعها الجمهور فيلم صرحة في المستوى الإخراج كان مزينا بزيف القصة رائعة تصوير في المستوى تهوى فيلم مخدم مخدم مزينا عجبوني لزيفة سبيسيون لخدمو بيوم كنشوف واحدة تيم جديد في المغربي حيث أغلبية يخدمونه لقضايا الشيماعية والسياسية الفيلم جديد جيد يعني جيد لا من ناحية الصوار لا من ناحية التوضيب لا من ناحية الموسيقى المرافقة للقاطة للفيلم تتولى مشاهد الفيلم لتتضح الصورة شيئا فشئا فالمخرج حاول الاعتماد على تقنيات جديدة لعل ذلك يقنع لشنة التحكيم في ختام المسائية إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقوم بزيارة دولة للمملكة ابتداء من الاثنين المقبل بدعوة كريمة من جلالة الملك محمد السادس وإستونيا تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي تلك أهم خلاصات الإعلان المشترك الصادر عقب لقاء عقد اليوم بالرباط بين ناصر بوريطة ونظيره الإستوني شكرا لكم على الطيب المتابعة لقد أنتم بخير في أماننا ترجمة نانسي قنقر